موسيقى عنصر من العناصر الغدائية الكاملة للماشية يتحمل الضروف المناخية الصعبة من حيث قلة الماء وملوحة الأرض يتميز نبات القطف بمنافعه المتعددة للماشية وسهولة زراعته فضلاً عن دوره الأساسي في تتمين سلسلة اللحوم الحمراء بالمنطقة وبالنسبة لهذه القطفة هذه ما تريد شي خدمة كثيرة أو شي حاجة في إطار تكلفت بها وزارة الفلاحة غرستها عامين ديالة ديالة يعني اللي تحذات فيها ما تسرحش فيها الماشية هذه العامين اللي تسقات فيها ما هزلش كتش المبزيف ومن دازل العامين ما بقى هناك ما بقى تسقى ما هتش حاجة هذه القطفة هذه اللي كتشوف فيها الوقف نعدها تقدر كتش في العسرات من العاج والحمد لله استافدنا مننا مزيان ممدة ربعات سنوات كانت استافدوا منها كانت رقوا فيها البهيم كانت نفعنا نفعتنا على الهلف نفعتنا كل شيء المسائل كله نفعتنا عليها وكانت طلبوا من المخطط الأخضر يزيدنا من هذا المشروع هذا تعزيز زراعة القطف بإقليم سطات موازاتاً مع الزراعات الكلائية الأخرى يروم تتمين سلسلة اللحوم الحمراء بالمنطقة وذلك في إطار مشروع الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر هذا المشروع هو اللي انطلق سنة 2013 لفائدة 500 مستفيد وتكلفة ديالو ما يناهز 12.4 مليون ديال درهم هذا المشروع أهم عدد من المكونات بينها غرص 1-600 هكتار من نبتة القطفة وكذلك الزرع ما يناهز 1-300 هكتار من الجلبان الكلائية إضافة لذلك أنه تم الإنجاز إلى واحد العدد للدورات التكوينية والرحالات الدراسية لفائدات المستفيدة من المشروع تأقلم نبتة القطف مع المناخ الجاف بالمناطق والأراضي غير القابلة للزراعة يجعل من إقليم سطات أرضاً خصبة لهذا النوع من الزراعات بفضل مناخه الشبه جاف مما يساهم في تعديز اللحوم الحمراء الشهيرة بالمنطقة